وحروح لأستاذ دكتور عبدالله قولي ما هي أول المكاسب التي رأيتها طيب أنا هنظر بقى نظرة قانونية ودستورية تمام أول حاجة عنوان رئيسي والجميع يتطفق معي في هذه الرؤية هي فكرة حيادية مؤسسات الدولة المصرية هذا النجاح الباهر اللي ابتدى من الشركة المتحدة ونجاحها اللي بنت عليه وده أنا بعتبره نوع من أنواع الزكاء الإعلامي والاجتماعي والسياسي للشركة المتحدة ليه أنت تقصد هنا في إدارة العملية الانتخابية طبعا لأننا أول مؤسسة بيخشى منها هي الإعلام فكرة أن أنا أبتدي لكن إلا أنا اكتشفته أني أولا أعطت الشركة المتحدة وأعطت تلفزيون المصري جميع المرشحين نفس العنوين نفس الأخبار نفس التغطيات نفس اللقاءات الجماهيرية نفس كل التغطيات ده مش كده وبس أنا بعتبر بقى الزكاء بقى اللي كان من الشركة المتحدة في إيه إن هي قالت أنا هعمل 100 دقيقة وهوزع ما بين المرشحين صحية وده حصل الزكاء في أني لما ابتدينا العملية الانتخابية ما اكتفتش بده ده ابتديت برضه تغطي وحتى المرشحين اللي بيقولوا أنا رايح اللجان الأخرى راحت معهم اللجان الأخرى صح والمؤتمرات اسمه البناء على النجاح فده نوع من أنواع الزكاء إن أنا أستطيع إن أنا أعمل حالة طيب الحاجة اللي إحنا كنا برضو بنخاف منها مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية نجاح باهر برضو من المؤسسات الأمنية التي لم يشتاكي أحد إنه هو حابة مرشح كنا زي ما نقول لك إيه تم منع المندوب المندوب اتقبض عليه النهاردة كنا بنعمل مؤتمر منعونا من المؤتمر كل الكلام ده اختفى تماما لم نسمع عنه قلنا الكلام ده أكتر من مرة أني لما وزارة الداخلية ألقت من على كاهلها لعب السياسي الذي كان من قبل أصبحت هي ريئة بتشوف واجبها كان بتعمل شغلها هو هو ما بقاش فيه في انضمن الهومورك بتاعها لعب السياسي هو تعمل شغلها الطبيعي أنها تحافظ على شكل ما يسمى بالاستحقاق الدستري تؤمن وتحافظ وتدفع القوانين هو ده فبالتالي هو التطبيق الصحيح لقوانين أنا بنظر لها كراجل قانون فكرة حيادية مؤسسات الدولة ادخل بقى على مؤسسات الدولة من محافظات إلى وزارات إلى خلاف فده العنوان الرئيسي بالنسبة لنا حيادية مؤسسات الدولة ونجحها في أني أوصل لمرحلة أن المرشحين الأربعة يقولوا في عنوانهم أن الأمور ماشية تمان الأمن ما منعناش الإعلام قام بدور كبير جدا ترجمة نانسي قنقر